كشف الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة دكتور جمال الحربي عن توفير الوزارة لأجهزة الليزر المتخصصة بتفتيت الحصوات وبالأمراض السرطانية في ظل انتشار هذه الأمراض في الأوينات الأخيرة حديث الحربي جاء خلال افتتاح المؤتمر الكويت التاسع لجراحة المسالك البولية بمشاركة خبراء في قسم المسالك البولية من مختلف أنحاء العالم وسط مشاركة خبراء ومتخصصين في قسم المسالك البولية دشنت وزارة الصحة المؤتمر الكويتي التاسع لجراحة المسالك البولية بالتعاون مع رابطة المسالك البولية الكويتية وخلال المؤتمر أعلن الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة دكتور جمال الحربي عن توفير الوزارة لأجهزة الروبوت والليزر الخاصة في تفتيت الحصوات وعلاج الأمراض السرطانية لا سيما بعد انتشار هذه الأمراض في الآوينة الأخيرة المؤتمر متخصص في أحدث الأبحاث العلمية والطرق مثلا تفتيت الحصوات والأمراض السرطانية وأمراض الأخرى فهذا المؤتمر مهم عندنا وزارة الصحة تدعم المؤتمرات هذه خاصة مع دول الخليج والدول الأقليمية احنا موفرين جهاز اللي يسموننا الروبوتك هو الجهاز الرجل الآلي وهذا جهاز سعره مكلف قالي السعر وموجود في مركز صباح الأحمد وكل أنواع الليزر موجودة في مركز صباح الأحمد ومركز صباح الأحمد من أفضل مراكز في العالم كتجيزة تقريبا 100 سرير و5 قرف عمليات و9 قرف عناية مركزة رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى مبارك الكبير الدكتور عادل لحنيان أوضح أن المؤتمر يهدف إلى تشخيص وعلاج أمراض المسالك البولية أبرزها حصوات مجرى الجهاز البولي يهدف هذا المؤتمر إلى إتاحة الفرصة أمام مطلع المسالك البولية في الفويت للإدلاع على آخر البحث أدقى الرواب المسجدات التي تم التوصل عليها والخاصة بموضوع حصوات الجهاز البولي من خلال ثمان جلسات واحدة المحاضرات الألمية ويشارك في المؤتمر 150 خبيرا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل الخبرات كما يتخلى له بثا مباشرا لإجراء عمليات جراحية بإشراف استشارين في قسم المسالك البولية